الأهلي ما يعرفش المستحيل ومهما ويعف المستوى بيرجع تاني أحسن من الأول الأهلي بيحقق فوص صعب على نادي زيدة بعد ما وصل التعادل بينهم لحد الضيئة 89 علشان يبصم وسامة بو علي لعب الأهلي والمهاجم اللي انضم مؤخرا للقلع الحمراء على هدف التقدم للأهلي بعد السيست من موديستا فوز الأهلي على الرغم من صعوبته لكن الفريق كان محتاجه وده بعد سلسلة النتائج السلبية اللي حققها الأهلي على مدار المباراة اللي فاتت وكمان أنه قبل أيام من مباراة نادي الزمالك المرتقبة في قمة الدوري وعلى الرغم من الفوز لكن فيه علامات استفهام كبيرة على أداء النادي الأهلي في المباراة الأخيرة وده اللي عرض مارسل كولار المدير الفني للنادي الأهلي لانتقادات كبيرة بسبب تدني مستوى النادي الأهلي وابتعاد اللاعبين عن الفرمة المعهودة لكن ناس تانية شايفة أن النادي الأهلي مظلوم بسبب أن عدد كبير من اللاعبين مصابين واللي كانوا بيشكلوا أساس تشكيلة كولار في المباريات وطبعا منهم إمام عشور وكمان حسين الشحان لكن المباراة شهدت على تقلق الحارس مصطفى شبير اللي كل يوم عن التاني بيثبت لجماهير النادي الأهلي أنه كان يستاهل ياخد الفرصة بين زمان وما فيش خوف على مركز حراسة المرمى في النادي الأهلي مدام أبناؤه موجودين زي مصطفى وغيره وبصعب كمان المهمة على محمد الشناوي اللي خلاص قريب هيرجع من الإصابة لكن مش عارف هل لسه مكانه موجود كحارس أساسي لنادي الأهلي ولا مصطفى شبير خاد المكان ده خلاص كولار المدير الفني لنادي الأهلي كان مستاء من أداء اللاعبين واتكلم معاهم بعض المباراة وقال لهم لازم نفوق قبل مباراة القمة واللي حصل النهار ده ما يحصلش بعد كده لازم نبقى أسرع في أننا نخلص الهجمات واللي قدمناه ده مباراة للنسيان ونركز في اللي جاي وعلى الرغم من الفوز لكن كولار ما كانش مبسوط بالأداء وكمان عدد كبير من مشجع النادي الأهلي اللي كانوا مصدومين بسبب ابتعاد اللاعباء عن مستواهم الأساسي انتقادات كمان توجهت لكولار بسبب الإصرار على مشاكة موضس في المباريات وأنه مش على مستوى النادي الأهلي على الرغم من الأسست اللي عملوا اللاعب النهار ده لكن اللاعب أهضر فرصة محققة للنادي الأهلي بحسب المصادر في القرى الحمراء إن إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب اتكلمت مع كولار وقالت له لازم نصحح الأخطاء اللي وقعنا فيها في المباراة ونرجع من تاني المستوى النادي الأهلي مش هنقبل انهيار في المستوى بأي شكلة خصوصا في تحديات ومباريات مهمة قدام النادي الأهلي سواء في الدور المصري والمؤجلات أو كمان في البطولة الأفريقية ده غير كمان إن مركز الأهلي لحد دلوقتي مش كويس في الدوري كولار أكد للإدارة إنه هيركز مع اللعيبة علشان يرجع من تاني للمستوى المعهود لهم والبداية هتكون من مباراة القمة الجاية قصاد ناجي الزمالك اللي بدأ يرجع من تاني للمستوى المعهود لكن يا ترى هل هيقدر الأهلي يفوز على الزمالك في مباراة القمة المنتظرة ولا الزمالك هيكون عنده وجهة نظر تانية خلينا نشوف اشتركوا في القناة